مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع وهذا سعيدة بلقائكم وسعيدة بتواصل معكم وانتمنى انكم تكونوا على خير وبخير مؤخرا تم تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الضحايا هذا المصطلح هذا اللي يطرح اسئلة كثيرة حوله ماذا هو البهم ديال الضحية ولكن قبل ما نمشيه نعرفوا الابعاد ديال الجمعية اللي سمت أسيسها وفاش غتشتاغل غال نرجعوا لواحد النقطة اللي هي مهمة بزاف ولي كتطرح نقاشات كثيرة بحيث انه احيانا احنا كمجمع كنحكموا على الضحية بانها هي الجانية وما كانت تقبلوش انها تكون ضحية لانها كانت تقيس فينا شي حويج اللي مش جمعيا ما كانت تقبلوهاش لهذا الغارضو لهذا الدرداشة اليوم حاضرة معنا ومشرفانا الاستاذة كريمة سلامة حاضرة معنا بطبعة الحال وهي محامية بها تأذر البيضاء بطبعة الحال اللي معها غندرت شوف هذا الموضوع قبل ما نفتحوا باب النقاش حول الجمعية مرحبا بك مرحبا بكم عندي وانتمنى ان شاء الله هيكون نقاش فعال ويكون اضافة ان شاء الله لبرنامج ديركم الله يطون نعمرك انت على خارك وشي وعدك الحمد لله الحمد لله مرحبا بداية الأستاذة كريمة لم يكن تتكلموا على الضحية او لم يكن تتكلموا على التحرش الجنسي دائما تنربطوه بانه الضحية رهجانية لانه هاد المرأة هي اللي اثارت هذا الرجل هي اللي بحثت عليه بشكلنا وباخر هي اللي اثارت الحافظة دياله اجتماعيا قد تكون صورة ذكورية لدى النساء والرجال كانت نزل بالمصويته كيفما تقولوا على هذه الضحية فبنسبالك انطلاقا من الممارسة ومن الرؤية الاجتماعية ما يمكنك تقول لنا في هذا الباب؟ اولا نحن نحضر على الضحية فالضحية كان مفهوم عام فهو مفهوم شامل لدينا ضحايا كثيرة قدر يكون ضحية حواديد السير ضحية التشتة الأسارية ضحية ولكن إذا رجعنا مفهوم الضحية التي تأسس من أجله الجمعية المغربية لحقوق الضحية ضحايا الاعتداءات الجنسية بشكل خاص فعلا كما سبق قلت بحكم ممارسة المهنية فالضحية سوى مرأة سوى رجل سوى طفل التي تكون ضحية اعتداء الجنسي تلقى أن الضحية تختلف بالنسبة لي لا تبقى لا تبقى هذا الشخص المعتدى عليه هذا المسكين الذي تم الاعتداء عليه بالعكس بحالة نقول يتحول المفهوم من ضحية الجانية أو الجاني أو ولد الفعل خاصة ضحية اعتداء الجنسي المحاكم فعلا تلقى أن الضحية التي تتعرض الاعتداء الجنسي رجاءت القضاء ويأتي حشمانة وخيفة ومترضى هذا الشخص لدينا أعداد كثيرة جدا تتعرض الاعتداء الجنسي يوميا وتبقي فيهم نسبة قليلة التي تتلتجأ الأليات القانونية أو تتلتجأ العدال والمحكمة لماذا؟ لأن دي ما حدث أنا لمشيت سمعتها ستشوها لماذا؟ وكيف الضحية مثلا تعرضت الاعتداء في الليل أجدك يخرجك بالليل الضحية كانت لابسها شيء الباس أنتوي لماذا تلبسي هذه الضحية التي تغريتي الشخص الآخر حتى يعتدي عليك الطفل لا تعرض هذه المسألة تخرج بالليل للمشينا للدول الأخرى تجدها حرية مفروض هذا هو الأصل لباس معين تكون حرية هذا هو الأصل اللي تتاح فيه طبيعة الحال سنراعي المجتمع الذي نعيش فيه سنراعي الأخلاقيات الأعراف الدين طبيعة 5 ساحات الحرية طبيعة الحال ولكن نحن في المجتمع ستلقى حتى المرأة المنقبة لا شيء غالب واحد جابة المنقبة تتعرض للاعتداء الجنسي سوى التحرش سوى بالاختيطاف سوى بالاقتصاب جميع أنواع الاعتداءات الجنسية حتى بالقول نحن في المجتمع ما الذي نفقه نحن خارجين سوى العمل سوى التسوق سوى المسائل اليومية إلا تنشوف هذه الحالات لم تتعرضون لها نحن شخصيا كنيسة فتنشوفها أو تلاحظوها كما يتقول أن المرأة مباحة للغير أنه يتحرش به ماهل أن تتكلم على نظر لا يتواجد مباحة الوصول أن تتكلم على التحرش الجنسي هناك تحييز يتكلم على النساء وكينا واحد من نسبة وهي محتشيما اللي ممنحقهاش الدوي اللي هي من الرجال أو من الناس اللي عندهم ميولات أخرى ما كان تقبلوش أنهم هم يجووا يتكلموا نحنا في مجمعنا المغربية ما تقبلوش يجي الرجل يقول أنا ضحية تحرش أو ضحية اعتداء جنسي من طرف مرأة مثلا ناس اللي عندها ميولات أخرى كتبقى هالمسألة قناعات ومجموعة من الأمور ما كان تقبلوش حتى النقاش وهو اللي يدرها الرأس وهو اللي يقلب المشاكيل لغيها ذلك المرأة يعني المرأة بصفة عمامية تكون ضحية للتحرش الجنسي وابل من السب والشت منتفعلة وانت تركها وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا هذا التقل في الصورة هذا عدم تقبلنا لواحد الإشكال الاجتماعي اللي هو مطروح لواحد نتيجة الواحد الكبت اللي هو وكين في المجتمع حقيقة فين يمكن نزيد وصلنا قانونيا لأننا واجتماعي رحنا نشايفين الميتاق الأخلاقي ما حضرش الميتاق القانوني فين يمكن يكون عنده الوقع كما قلت أستاذ سوكينا حقيقة فعلا شرت لغا واحد نقطة قبل ما رجع للمعالجة القانونية لهذا الموضوع ذي الرجل فعلا تتلقي أن أكيد رجال كتار يتعرضون للعنف الجنسي وخاصة في العمل ذي لهم من طرف الرئيسة الرئيسة أو الرئيسة وفعلا تلقوا حرج أنهم يلتجوا القضاء ويتشكوا يعني ذي ما تبقى ذلك المجتمع المغربي ذلك المجتمع الذكوري الرجولي أن الرجل يخصوا يكون الرجل وخصوا هذي وهذي وهذي في حين تكون مضايقات هنا تندخلوا في واحد التحرش اللي هو اقتصادي فعداد كبير من الرجال اللي تتعرضوا للتحرش داخل العمل ذي لهم من طرف المرؤوسة ويكون هذا النوع من الابتزاز المادي ما يردخل الرغبات الرئيسة دياله أو أنه تتكون مضايقات مادية طارد المضايقات في العمل الديقراداتيون في الوظيفة اللي تيأدي إلى غير ذلك غير غير ذلك هذي بين القوسين الرجع من ناحية المعالجة القانونية يعني هذا التحرش اللي يولينا نشوفوه بقوة وأنه تزايد مع هذي الوسائل التكنولوجية المتقدمة مع الغيزوسوسيو الآليات الإلكترونية فخلق يعني واحد كما نقوله واحد الشغف لدى المشرع المغربي من أجل البحث على الآليات على تقوية الترسانة القانونية على التجويد وتجويد القوانين خاصة القانون الجنائي اللي تنصف أعداد كثيرة من نصوص دياله على تجريم خاصة التحرش الجنسي يعني الموضوع اللي ينفروض أن يكون مركزا حاليا ولاحظنا مؤخرا هيرا صراحة لا زال العمل يعني نزال المشرع المغربي نخدمه كثير يبحث كثير عن الآليات كثيرة من أجل توفير هذه الحماية قبلية قبل وقوع الضرر نحن للأسف عندنا القوانين المغربية وخاصة المجموعة القانون الجنائي تتجرب لك الفعل بعد وقوع الفعل فهنا هنا هنا نجاة دور المجتمع المدني وخاصة الجمعيات دنيا جمعيات الدفاع عن حقوق الضحايا هي البحث للوسائل الوقاية الحماية القبلية ومن خلال الضور المجتمع المدني المواطنين هنا تتساعد المشرح أو تتساعد المؤسسة العمومية والمشرح بشكل عام وخاصة المؤسسات الشريعية من أجل تجويد الترسانة القانونية التي تتتم في هذا الباب ومن أجل خلق آليات قانونية بالحماية الضحايا قبل وقوع الفعل الجرمي أنا في هذه النقطة أستاذي لا أسمح سيدي أعلاج مثل هذه القضايا مثلا نحتاج لأنها تولي قضية طائعة لكي يكون الضغط الشارع والمجتمع المدني لكي يمكن يكون نوع من الصرامة مثلا الوابل القضايا التي أثرت مثلا قضية الأمينة الفلالية قضية المجموعة للأطفال التي كانت ضحايا المغتصب للأسف التي أثار نقاش كبير وواسع بعد ما تم الإفراج عليه المجموعة من الملفات ربما لأن الملفات هذا الذي يجوني البالي دائما كان الضغط المجتمع المدني دائما تحويل هذه القضية الرائعة لا يمكن أن يكون ربما ذلك التقل الحكم أو الشهاد واذا تراجع لأن المشرع ربما لا يكون نوع من الفراغ في القانون يعني من يكون نوع من ضغط القاضي يجتهد أكثر ويقول أنه يجعل أحكام جرئة أم أن هذه المسألة تدعي أنه يكون نقاش اجتماعي وكوك عباد الله ركاين مشكل في هذا الموضوع الذي يخص مراجعة جدرية ومراجعة للشريعات نعم للأسوكينا غير نقطة قلتها غير نصح بين قوسين يعني قلت ماذا ضروري تحتاج لأحد ضغط لأنه يطي أحكام جرئة لا لنركز لك على أن القضاء المغربي والقاضي الحكم هو قادي مستقل منفروض أنه لا يخضح لأي ضغط كيفما كان يعني يحترى ليس ضروري أنه كان ضغط أن القاضي يعطي الحكم جرئة بالعكس فهو تحكم ملف قدام وطائق وقائع التي تحقيق التي تأمر بها غير بين قوصين هذا هو المقصود غير هو هذه القضايا العامة التي تتعرف عبر وسائل الإعلام كيفما يستطيع تسلط الضوء يعني نرى تكون قضايا لي غيبة على الدهن ولكن حيث هو القانون بشكل عام ره لي قانون جامد قانون يعني متجدد متحول يسير العصر يسير تغييرات المجتمعية تغييرات تكنولوجية الاقتصادية وبالتالي أن المشرع من حين إلى آخر تتبان قضايا تتبان جرائم القضايا اللي سمت ثلاث الضوء عليها ما زال رجعنا القضايا البوعشرين والضحيا دياله رجعنا القضايا قضايا عمر راضي والضحيا دياله ما زال أنكت عرض أمام القضا مجوعة من هذه القضايا عندهم طابعة خاص للأشخاص في القانون المغربي فالكل سواسية أمام القانون طبية الحال والمشرع المغربي من اللي سوا بين الأشخاص أو المغاربة أمام القانون فما سواهم بشكل عباتي وكيف ما كان النوع الشخص اللي ارتكب هذا الجرم فخصويت عقبي يأخذ المسار دياله هو للأسف للأسف تنوجه في المجتمع المغربي وخاصة احتف محترام الوسائل اللي اعلن بشكل عام توقع واحد النوع من التحوير والتحريف اللي لم أقل تسيس بعض القضايا لطبيعة الأشخاص فالنماذج اللي قلت للأسوكينة فهما كأشخاص مواطنين مغاربة عادي قاموا بجرائم في هذا المجال يعني جرائم جنسية فراهم يعني طبقة عنهم المسطرة القانونية والقانون غادي في المجرى للأسف تنشوفو أن يعني التعامل مع هذه القضايا من خلال المجتمع المداني ومشي كامل يعني بعضو تبشيف تيجاه آخر تحريب دياله وتعطيه واحد صبغة أخرى غير صبغة المتابعة من أجلها سوى في القضايا دا السيبو عشرين وصوف القضايا دا الغمر الراديو والمتيلي اللي بغيت نقول لك هنا القضايا التي تتأخذ واحد زخم إعلامي تطبعها لطبيعة الأشخاص المتابعية فلولا لما كان أشخاص إعلاميين ما كاشا تكون هاد الدجاة الإعلامية مع العلم أن نحن يوميا يعني ستتعرض علينا في المحاكم أو تنحضره في الملفات لمئات اللي لم أقل آلاف من الضحايا الاعتداءات الجنسية وما تسكنش عندما الزخم إعلامي وخاو السادة ما كيكونش زخم إعلامي ولكن كنت سألوا على طبيعة مثلا الأحكام اللي هي ربما الناس كتتسأل على الجرأة في الأحكام سمعنا أحكام اللي كان جرئة أو قوضات يعني ننحلي لهم احتراما وإجلالا اللي كان لديهم الجرأة فأنهم يصدروا أحكام لزجرية وقوية ورادعة ولكن أنت في قيمك أستاذة باللسبة لقضايا التحرش الجنسي أقصى حكم للتعرض أمامك والذي ترى بأنه كان رادع لأنه مجموعة من الصور التي عيشناها والذي تغير لأنه كان تزويج المغتصبة من المغتصب لها وصفية كان سنقول الله يسامح وليس لديه مشكلة إجراءات القانونية السؤال الذي يقولون ما ستحكم هذه السيدة ما ستخرج في الغارمة ما ستحكم في السجن وما سترجع الهيبة الإنسانية والقيمة الإنسانية التي فقدتها أثناء هذا الفعل مثلا في المقابل أيضا حسب إسباب الرجال لا يوجد شيء قضية التي تعرضت في المجتمع المغربين لضحية لها الرجل يتابع امرأة من أجل التحرش أو الاعتداء الجنسي رغم أنه كان لديه حالات كان لديه الرجال يقول لك أنا رأي عندي مشكل ولا لا يمكن أن نصرح ولا يمكن أن ندير مجموعة من الأمور فعلا لسؤكينة هذه كما قلت لك سابقة رجع العقليات الذكورية لأن الرجال يتعز أنه يتبع المساطير القانونية المرأة يضعيفة ورش ورش اقتاوي صراحة هي حالة زعمة محصورة مقارنة مع العنف الجنسي أو التحرش الجنسي التي تتعرض له الزوجة غير بررجع لشحان غادي تتحكم هذه لدينا نصوص قانونية واضحة في هذا الباب القضايا يضع تحرش الجنسي وإلا بغيتون كيل فصل 503 وحد فهو تؤثر العقوبة الحبسية أو الغرامة في حق المعتدية جنسيا فما يمكن القاضي أنه يكون أجرأ من النص القانوني غير هو تتبقى السلطة التقديرية في تكييف طبيعة الجرم أو العقوبة المناسبة على حسب الواقع القضية الجرأة لأنه كان ضغط إعلامي أو زخم إعلامي أو المجتمع المدني يمتابع هذه القضية ولكن كان لدينا نصوص قانونية التي تتأثر القاضي تتبقى أن الجرأة القاضية هي في أكبر العقوبة أو لأقل العقوبة يعني في هذا الانتغفال بين أقصى العقوبة أو أقل العقوبة لكن أنا عندي الجرأة التي تلاحظها بزاف هي ضحية ضحية تتعرض للاقتصاب تتعرض للتشهير تشويه السمعة المجتمع تدينها العائلة تدينها وأحيانا أحيانا تكون القضاء يعني فيه إجحاف حقها يعني من ناحية تعويد هو التعويد تشهجة ما غديت تعود هذا الموقف والضرر المعناوي اللي عاشوا الضحية بشكل عام لكن تبقى جبر الضرر فتلقوا الضحية أنها تمارس عليها العونس رسال لها الاعتداء الجنسي وأحيانا اللي سنوات والنماذج رأنتم يعني لتولي بعض النماذج وتلقى هذا التعويد هزيل الأكثر من ذلك أن حتى المتضررين من الأهالي من التي تقدموا مطالب الحق المدني لا تتحكم لهم لنعضم صفة على أساس وما تعرضوا للضرر في حين أنا لا تعرض للضرر فأكيد أن العائلة اللي يتضرر عندهم حق أنهم يتطلبوا التعويد أبناء اللي يتضروا زوج اللي يتضرر أخوتي يتضرروا يعني هنا فين يدخل المشرع ويوسع وحتى الشهاد القدائي يعني دور الشهاد القدائي هو تنزيل المقتضية القانونية اللي في النصوص إلى الواقع تفعيلها إعطاءها الحياة يعني من ناحية الواقعية يجعلها الجامدة هنا فين خصنان هذه الضررية اللي بغيت يتضرع للجرأة في الجرأة في الأحكام وفي هذا الجرأة هذه غلي نتطرق النقطة أخرى اللي هي جرأة السيدات اللي كان نقدرهم اللي يفكروا أنهم يقصوا الجمعية ما كانت فقط بالصغة الأنثوية لأنه تعودنا على الجمعية تدفع حقوق المرأة اليوم هذه الجمعية تدفع حقوق الضحايا من نساء ورجال وأطفال فنبغي ونعرف ما هو الهدف الذي جاء من تأسيس الجمعية وشنو هي الأبعاد الجمعية نتقربوا منها شي شوية قبل ما نختم هذا اللقاء الهدف للتأسيس الجمعية جاء كما بدي تفل أو سكينة هو أنه تلاحظه في الممارسات المهنية ومن خلال الملفات رائجة حاليا نقول عند واحد السيد إعلامي أن فعلا الضحية أصبحت تهاجم وأن الضحية أصبحت هي الجانية وهي المتهمة وهذا ما نعيشه الآن هذا هو الأساس التي تأسست عليه الجمعية المغربية لحقوق الضحية هذا من جهة الهدف ديالها يعني طرق جميع السبل القانونية والقضائية والتشريعية من أجل يعني حماية الضحية إذن هي متخصصة في كل ما هو قانوني كل ما هو قانوني والمواكبة نعم مواكبة الضحية مواكبة اجتماعية مواكبة الضحية من وقوع الفيل إلى حين الحصول على الحقوق القانونية ديالها وكذلك يعني إن شاء الله في إطار تصورات الجمعية الأعمال ديالها هي أن ننخلق آليات الحماية القبلية قبل وقوع الفيل وتحسيس الضحايا بشكل عام خاصة ضحايا الاعتداء الجنسية أنهم يبلغوا أنهم يحشموش أنهم من حقهم يضافوا الجسد ديالهم يضافوا الوجود ديالهم بكل كرامة وبكل يعني جرأة وأنهم يبقى لدينا تابود الحشومة وعيب وعار لأن الضحية التي تتعرض الاعتداء الجنسية هي في سنة صغيرة ومسكينة تتكبت لا تستطيع تبلغوا وما تقدرش بشي المحاكم وما تقدرش تتجل كان كبروها قنبولة موقوطة في أي لحظة تتقف أي لحظة تنفجر وتوقع انحرافات كثيرة في المجتمع ورحنا تنعيش هذه الحالات منها ما يتشرد منها ما يلجأ إلى الطرق يعني معروفة في الانحراف الفساد هذه كلها نتيجة للضغط والكبت اللي خلقوا المجتمع في الضحية لأنها يعني ما قدرش أنها تبلغ على هذك الاعتداءات الجنسية اللي صادت مع العلم أن الاعتداءات الجنسية را ما تتكونش غير من طرف يعني الرجل الغير را ما تتكون حتى من طرف الرجال الأقارب من المحارب من أحيانا من الأوصول وكينا حالات كثيرة من الإخوة من أقرب الأقارب فالضحية من صورة هي خيفة ما تبلغش ومالي تتكبر تتكبر مع هذك الكبت وهذا الشي كاميرا تكون عنده تأثير سلبيع المجتمع بالشكل العام وتنخلق واحد الجيل اللي فيها نوع من الخوف نوع من الحشومة والعار هذا هو هذا هو هذا خلل اللي كي يعطينا أسر اللي هي مختلة لأننا غاهدين تسيرورة ديك شي جيل تبع جيل تالي هذ صورة للأسف القمعية والنمطية اللي ربما كنعطيوها الضحايا بسفة عامة ربما كنت تعطينا إلا أسرة من فكة ومن حلة وأول ما تجي كما نقول الريح تيهب الأسرة كلها وراح حقيقة لأن المرأة بالشكل العام أو فتاة تعرضت للاعتداء الجنسي لا تكون مستقرة لا تكون مستقرة نفسيا حتى تتكون أسرة تتنقل الأطفال لها هذا الخوف و هذا الخوف من عندك وحشومة وعار وعندك تقوله وهذه أنا عندنا تعرضوا علي قضايا دي الأمهات لأولادهم تعرضوا لإعتياء الجنسية وما قدروا أنهم يلتجوا القضايا خايفين حشومة وعار وولدها هذي فأمتي وأكيد أن هذه الأم أو وهاد الزوجة لا نقوله أكيد وليكن نسبة كبيرة النتائية تعرضت في وقت ما لنفس الموقف وأنها لا تجاوز الجرأة الكافية لكي تجاوز هذه القيود المجتمعية والأعراف والتقاليد لكي تأخذ حقها كذلك كان هدف الجمية كان المسألة مهمة تحاول تعمل عليها إن شاء الله الجمية المغربية لحقوق الضحايا جمعة الآليات إن شاء الله هي خلق شراكات مع المجتمع المدني مع المؤسسات العمومية قيام بأوراش تكوينية سواء داخل المغرب ولا خارجه للطلاع للقوانين الدولية القوانين المقارنة التوعية والتحسيس كل ضحية ضحية العنف الجنسي أنها تكون عندها الجرأة الكافية والجرأة القوية وتكون قوية وتحمي رسها برسها وأنها تبلغ وتلتاج الألية القانونية وتلتاج لنا كجمعية لما لا وخاصة إن شاء الله إن شاء الله إن شاءنا فورو على المستوى المملكة أهم شيء هي التكوين أو المساهمة في تكوين أو تخصص الشركاء القانونيين لتلتاج لهم الضحية سواء بطاقة دائية سواء نياب العامة سواء قضاء التحقيق سواء المحكامة التعامل مع الضحية ليس هو التعامل مع المتهم نعم نعم مع المتهم وبالتالي نتمنى عشان الله للجمعية تنجح في هذا الباب ويكون لدينا نوع من التخصص وحتى الآيات الاستجواب أو الاستماع إلى الضحية لا يكون على قدم وثاق مع المتهم أستاذة كريمة سلامة شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم الجمعية مبدأ شرائع جدا إن شاء الله إلا أكيد أنه ستزيد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم مرحبا خيثة من مشاهدينا العيب ليس الحديث عن الجنس وأننا ننفقه أولادنا ونعرفهم ما لهم وما عليهم وكيف يحميوا نفسهم العيب هو أنهم يتعرضوا أو يتعرضوا أقرب الناس لنا مثل هذه الممارسات ونحرمهم حتى من حقهم فأنهم يدافعوا لنفسهم ويتخذوا الإجراءات القانونية والحماية النفسية أيضا لهم اليوم نحن ماشي أمام طابوات أو أننا مخصناش ندويه ومخصناش نقوله ومخصناش نشرحه ومخصناش نعليه وحشومه اليوم فتنا هاد المرحلة نحن مضطرين أننا نوصلوا المعلومة ونقربوا المعلومة لوليدتنا والناس اللي ضايرين بنا حيتي لا مدرناش هاد الدور كان الناس خلين اللي غيروا هاد الدور بطرق اللي غير صحيحة وبالتالي النتيجة نشوفها بشكل يومي في المجتمع ما غير نكذبه على راسنا ونقوله بالتحرش لا يوجد الاعتداء لا على النساء ولا على الرجال ولا على الأطفال وإنما اليوم نحن محتاجين نفقوا ونحلوا عينينا عوض ما نهاجموا بعضياتنا ونشوفوا كيف هاش نضمروا بعضياتنا ونزيدوا الطين بلا كيفما تنقولوا جاء الوقت فين خاصنا نسندوا بعضياتنا ونعاونوا بعضياتنا لأنه نوقيه نفسنا والناس اللي ضيرين بنا من أنهم يوقعوا فبحال هاد المشاكل للأسف اللي عندها وقع الشيماعي صعب للغاية على الضحية أكثر من على الجاني كان شكر طبيعة الحال اليوم كريم نايتسي وخاليد شوري اللي رفقوني في إخرج الحلقة دمسون في رعايت الله نتلاقوا الأسبوع الجاي تصبحون على خير وعلا اشتركوا في القناة